من جمال باريس مدينة النور والحب إلى المنامة عاصمة لؤلؤة الخليج ألقى الكاتب إبراهيم باشمين محاضرة بعنوان المنامة شانزيليزيه الخليج هذه الكتاب هو الطبعة الثانية للمنامة شانزيليزيه الخليج الطبعة الأولى طبعتها مؤسسة في الأيام 1994 1994 الكتاب يتناول الحياة الاجتماعية والمطعمية في ذيك الفترة أعتقد كانت كثير عند الناس نوع من الحنين بذيك الفترة سوى بالمطاعم أو المأكولات وتناول الرواي البحريني في محاضرته ملامح المنامة في حبة الخمسينيات والستينيات وهي الفترة التي سبقت الطفرة النفطية طبعا هذا المساء تحتفل هيئة البحرين الثقافة والأثار بختام فعالية الطعام الثقافة الذي تتكرر معنا سنويا هذه السنة الخامسة وطبعا على هامش هذه الفعالية المميزة نستضيف الأدباء والكتاب المعنيين بذاكرة الطعام في مملكة البحرين فمن هذه المنصة أتى الأستاذ القدير إبراهيم بشمي لمشاركة الجمهور في كتابه المنامة شانزلزي الخليج للتعرف على طبيعة المجتمع البحريني وعلى المدينة الجميلة تعددها كثافتها وذاكرة الطعام في هذه المدينة ترجمة نانسي قنقر